السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتعلم طريقة إدراج الجدول والرسم البياني في برنامج الاكسل باستخدام الهاتف. أولا نذهب إلى insert ثم نذهب إلى table لإدراج الجدول ثم لدينا إعدادات في الجدول هذه ولدينا إعداد من مساح الجدول وتوطل راو أي جمع الصفوف وهكذا ولدينا أيضا بانديد راوس أي تضليل الصفوف كما ترون. ثم لدينا بارمد لتضليل الأعمدة ثم لدينا لمساح الجدول أو نقوم بمساح عمود كامل أو من مساح الصف. نقوم بتكفير الجدول ليتضح لكم الأمر. الآن نقوم بتحديد هذه العمود مثلا نقوم بحذب العمود من هذا الخيار ومن حذب الصف من هنا. ثم لدينا إضافة الصف جديد. ولدينا إضافة الصف إلى الأسفل. ثم لدينا الشارت وهي الأشكال أو الرسوم البيانية. سوف نقوم بإدخال أرقام هنا ونعيد الفيديو لكم. بعد الفصل بعدها نقوم بإدخال أرقام أو بيانات في الجدول نقوم بتحديدها للربط مع الرسم البياني. الآن نذهب إلى إنسيرت أي إضافة أو إدراج. ثم نذهب إلى الرسوم البيانية. ثم نذهب إلى الأعمدة لندرج أعمدة لدينا. نختار شكل الأعمدة مثلا ثلاثة الأبعاد أي أبعاد ثلاثية كما ترون. نقوم بتحديد المساحة وثم بسحب المكان المعين أو المناسب له كما ترون. نستطيع من تغيير الطائب الشكل مثلا خطوط line أو صبوب. والآخرين نحو من تغيير إلى خطوط مثلا. ثم لدينا من اللايوث أي الطبقات. وثم لدينا الكولر أي اللون. ثم لدينا الـ style أي الشكل وطريقة العرض. ثم لدينا أيضا الـ size أي الحجم ونستطيع من التحكم. ثم لدينا مهير عنوان الجدول. من chart text مثلا. رسم. بياني. خطي. وإلى هذا انتهى درسنا اليوم. ونراكم في فيديو قادم إن شاء الله. ترجمة نانسي قنقر.